15 طوبة مستلف 8 توت إنجيل العشية من مزامير أبينا داود النبي لم يترك إنسانا يظلمهم وبكة ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحاء ولا تسيءوا إلى أنبياء من إنجيل معلمنا لوكا البشير وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يأكل عنده فدخل واتكأ وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثا أيها الجهال أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا بل أعطوا ما عندكم صدقة وها كل شيء يتطهر لكم ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسزاب وكل بقل وتتكاوزون عن الحق ومحبة الله وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الأخرى ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشون ولا يعلمون فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا أيها المعلم عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا أما هو فقال وأنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم ويل لكم فإنكم تبنون كبور الأنبياء وآباءكم قتلوهم فأنتم إذا تشهدون وتصرون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون كبورهم ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله إن أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كيما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم من دم هابيلة إلى دم زكريا بن براشيا الذي أهلك بين المسبح والبيت نعم إني أقول لكم إنه سيطلب من هذا الجيل والمجد لله دائما ترجمة نانسي قنقر